قراءة طبعاً راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد ممكن تحس إنه بعض الإشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لإلك أو طاقتها تنطلق عليك خلينا نشوف شو هي خطوتك بالمستقبل عم شوفك عم تركز راح تركز على الأمور الإيجابية يعني في عندك بالمستقبل نظرة إلى الأمور ولكن من ناحية إيجابية يعني بدك تنظر على الجمال الإشياء على الإشياء الجميل بالشيء وتركز عليه أيضاً عم تشوف من ناحية الكميونيكيشن أو من ناحية التواصل في عندك رح يصير مع شخص تواصل كتير منيح شخص رح تتفاهم معه بجزء هو نفس الشخص هذا يصير فيه بينكم للمنفصلين رجوع وللي بينكم الوضع مش كتير منيح حالياً عم شوف من ناحية التواصل يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون أفضل ولكن عندك Knight of Pentacles هاي الفارس فارس الكوينز أو فارس النقود حركته بطيئة شوي فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات أكتر يعني قبل ما تتخذ أي قرار عم شوفك عم تدرس الأمور أكتر أيضاً أنت بالمستقبل رح تركز على الجانب العاطفي عم شوف أنه أنت Nine of Cups أنت بتفكيرك عم تطمح إلى كيف توصل إلى الرضا النفسي أو إلى الرضا الداتي مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص فبشوف من جهة برج الأسد البعض منكم فعلاً بدوا يحط مجهود بها العلاقة أيضاً الأبراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما إنسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيب المستقبلية الأبراج اللي ممكن أنت عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ولكن بتوقع أغلبية الطاقة النارية بالقراءة ما هي طاقتك ممكن بعم تكون عم تتعامل مع أبراج ترابية مش عم نشوف كتير أبراج مائية ولكن بالغالبية ترابية وأيضاً هوائية ممكن يكون مائي هالشخص ولكن مش كتير مبين عندي مائي ممكن يكون أي برش طبعاً هاي فقط احتمالات بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة أو خطوته في المستقبل عم شوف إنه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص عم يحاول يتقرب إلى الله أكتر أو عم يحاول يعني يرتقي أو يعلى بروحانياته لأنه هو بده عم شوف بده أيضاً يصلح الأمور معك من الناحية العطفية إذا بده يكسبك كصديق هالشخص قبل قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم عم شوفه منعزل وإذا أنت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوفه عم يراقب من بعيد علاقتك أو عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الأشخاص الجديدة بحياتك شخص عم شوفه حالياً منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن أجوبة بالمجال الروحاني أو عم يحاول إنه يفهم آخر العلاقة بينكم شو هي لأنه مبين إنه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة في أوراق مائية هون كتير فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لإلك أو كتير بيكن مشاعر لإلك إلى إنه عنده فهالشخص من ناحية العقلية مشوش لسه لسه مشوش لسه في عنده مخاوة آآ داخلية أيضاً عم يحس إنه هو بصراع عم يحس إنه في منافسة بينه وبين الأشخاص اللي حواليك أو في منافسة بينه وبينك تجاه اشي معين عم يحس إنه كالعلاقة بينكم فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي وهو عم يحس إنه دائماً لازم يظهر بصورة قوية تجاه هالشخص ولكن عم شوف إنه عنده The Empress Card The Empress Card هاي إمرأة تتمتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك إنت شخصياً عم شوف إنه هو رح يكون كتير متعاطف مع المسألة وأيضاً فقط هو في عنده شوي تشوي شوي مخاوف وبارانويا بالنسبة لطاقتكم المشتركة بالمستقبل فإنت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم أو كيف تصلحوا الوضع بينكم عم شوف إنه إنت عندك النية وهو أيضاً عنده النية إنه فيكن تصليح للأمور والوضع بينكم أيضاً عندك temperance card temperance card أيضاً ترمز إلى الشفاء يعني الكرتين هدول بيحملوا نفس المساج أو نفس الرسالة فإنت وهو بدكم توصلوا إلى نقطة وسط أو نقطة عدل أو نقطة تحلوا فيها الأمور بينكم بباتع من الناحية العاطفية لأنه في عندكم as of cups يعني في عندكم بالعاطفة بجل الأسد بداية جديدة ممكن تكون معها الشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد أو شخص آخر ولكن عم شوف للبعض منكم برج الأسد اللي منفصلين أو اللي مش عم يحكوا مع الحبيب as of cups يعني في عندك بدايات جديدة أيضاً the chariot delivers طيب ممكن أنت عم تكون عم تتعامل مع برج الجوزة هالكرت بيتبع برج الجوزة ممكن عم تتعامل مع برج السرطان هالكرت بيتبع برج السرطان ممكن أيضاً عم تتعامل مع برج السرطان أنه هالكرت عم يتبع برج السرطان أيضاً جميع الكروت التوضيحية بالديك هاد جميعها major arcana أو من الكروت الكبيرة يعني في تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص هلا نصوي break down لكل كرت the lovers card انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار أو رح تنحط بمطرح أنه لازم تختار بين شيئين أو تختاروا أنه ترجعوا لبعض أو لا أو تختاروا أنه تصلحوا العلاقة مع بعض أو لا يختلف الوضع من شخص إلى آخر أيضاً the chariot card يعني في عندكم تقدم رح يكون سريع بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك أنت مع بعض الوضع الحركة بينكم التقدم بينكم رح يكون كتير سريع لأنه هالورقة تحكي عن التقدم إلى الأمام وأيضاً رح يكون تقدم كتير سريع بالنسبة لهالكارت آخر كارت the high priest فيه عم شوف أنه أنت هو عم تذكروا بإلتزام جدي أو إرتباط جدي لأنه هالكارت كارت الزواج ولكن مش ممكن يعني بالضرورة أنه يعني زواج ولكن يعني شيء جدي يعني إذا أنت وهو بعلاقة كاجول أو علاقة عادية ممكن تتطور العلاقة إلى أنه يكون فيها ارتباط أو إستزام جدي أيضاً البعض منكم اللي بعلاقة ممكن تتطور الوضع إلى خطوبة أو من خطوبة إلى زواج الفكرة بها الكارت أنه الأمور يعني رح تطلع step أعلى أو رح تطلع خطوة أعلى فهي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير كتير مني حعم شوف فيه عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي مع الحبيب فيه عندكم فرصة بدك أنت تشوف إذا رح تستغلها أنت وهالشخص ولكن فيه عندك فرصة Ace of cups فيه عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني صفحة جديدة أيضاً الطاقة بينكم رح تكون كتير سريعة ففيه فرصة لبرج الأسد كتير عالية ببدايات حب جديدة وأيضاً تواصل تواصل كتير سريع وكتير وكتير منيح أوكي حباي ببرج الأسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيتي الفيديو لا تنسى تحط لي like و comment share و subscribe إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكراً لكم جميعاً